بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي كما كان متوقعا على الرغم من أنها الجلسة الثانية عشرة إلا أنها لم تنتج رئيسا يخرج البلاد المأزومة بالأساس من دوامة الفراغ الدستوري التي اعتادت عليها منذ أن أقر مبدأ الثلث المعطل رغم أن هذه الجولة حضر فيها الجميع على غير العادة منذ تشرين الأول الماضي ولبنان يعيش دون رئيس للجمهورية بعد أن انتهت فترة ولاية ميشيل عون المقرب من ميليشيا حزب الله وهو ما يزيد من الشلل السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة المالية المستمرة منذ أربع سنوات برلمان منقسم بشكل حاذ بين معسكر مؤيد لميليشيا حزب الله الذي يملك الأغلبية المريحة لتعطيل انتخاب الرئيس الجديد أو فرض الضغوط اللازمة لتمرير انتخاب مرشحه سليمان فرنجية وهو ما لم تستطع تحقيقه تلك الميليشيا حتى الآن على الأقل على الجهة الأخرى حاول جهاد أزعور وزير المالية السابق والمدير الحالي لإدارة الشرق الأوسط وشرق آسيا في صندوق النقد الدولي وداعمه من الأحزاب والكتل المعارضة لميليشيا حزب الله حاولوا الفوز من الجولة الأولى وهو أيضا ما لم يحدث ميليشيا حزب الله ومن خلفها من أحزاب تمارس خدعتها المعروفة مسبقا بالانسحاب من الجلسة ما يعني أن النصاب في الجولة الثانية لم يتحقق لتطول مدة الفراغ شهرا جديدا على الأقل يضاف إلى الأشهر الماضية مسار هذه الجلسة وما رشح عنها ربما هو حالة تحكيم لتحييد المرشحين وإعطاء مساحة أكبر من الوقت والأبعاد السياسية للأطراف الإقليمية والدولية وممثليها في الداخل لتتوافق على مرشح رئاسي يمكن الاجتماع عليه وعلى الرغم من تماسك المكون المسيحي المعني بالمنصب إلا أن تماسك المكون وحده لا ينتج رئيسا للبنان حيث إن الانقسامات التي يشهدها لبنان مدفوعة بحالة طائفية مريرة رسختها ميليشيا حزب الله المرسوم سياستها من طهران صاحبة دليل التشغيل في برامج الطائفية وتقسيم المجتمعات وهو ما قالته ميليشيا حزب الله ولو ضمنا سليمان فرنجية أو الفوضى